اختتمت هيئة البحرين لثقافة والأثار برنامج فعلياتها الحافل لعام 2017 والذي جاء تحت شعار أثارنا إنحكت وذلك بالتزامن مع احتفالات الهيئة بالعيد الوطني المجيد والذي تبعه تتشين مشروع الصوت والضوء في قلعة البحرين منذ ذلك العصر الذي كانت تسمى فيه البحرين دلمون وحتى العصر الحديث ذلك الخط الزمني الذي شهد أحداثا تاريخية متسلسلة إلى أن أصبحت البحرين خليفية تحت قيادة الخليفة الكرام للبحرين تاريخ عريق وحضارة هي موطن فخر واعتزاز ليذكر هذا التاريخ بصوت وصورة في قلعة البحرين والتي هي من أبرز المعالم التاريخية في المملكة هو العرض الأول لمشروع الصوت والضوء المشروع الذي يدشن اليوم بقصة الموقع هذا العام نحتفل بأثارنا أنحكت وفي العيد الوطني المجيد نبارك لشعب البحرين ونفتح هذا المشروع لكي يكون مصدرا لجذب سياحة ثقافية وأيضا لسرد حكاية الموقع بدءا بدلم الأولى إلى الفترات والحقب التي تراكمت على هذا الموقع اليوم يوم العيد الوطني في البحرين عيد 46 وعيد جلوس جلالة الملك حفظه الله والفرحة بعد اكتملت بهذا الافتتاح هذا العمل الكبير الصوت والضوء على قلعة البحرين ليحكي تاريخ البحرين وتاريخ القلعة على عدة مراحلها وقبلها محاضرة الدكتور زاهي حواس اللي حقيقة لا أنساها وأثرت معلوماتنا كثير يزيد فرحاتنا ويأكد لنا أن البحرين هي دائما كانت القلب قلب الخليج ميناء العالم أرض الخلود يعني وستظل معطاءة هذا الشباب البحرين يشوفهم يشتغلون كلهم هنا ورح تظل معطاءة ورح تظل هي القلب تدشين مشروع الصوت والضوء في قلعة البحرين يعكس العمل في عام كامل تحت شعار آثارنا إن حكت لتختتم هذه الفعاليات بتدشين المشروع الذي كان في بدايته محاضرة حول الآثار المصرية في متحف موقع قلعة البحرين حيث أن مملكة البحرين تستمد إلهامها في الحفاظ على آثارها وتراثها من جمهورية مصر العربية بالإشارة إلى أن مشروع الصوت والضوء يحاكي المشروع المقام حاليا في موقع أهرامات الجيزة النهاردة اللي أنا شفته يعني بيحكي قصة البحرين والألعة والكفاح اللي حصل منها بالدفاع عن البحرين وحضارة دلمون والحضارة حتى الآن الحقيقة مبدع سيناريو على مستوى عالي الأصوات والإلقاء جميل جدا وأنا بعتقد أن ده إضافة كبيرة جدا للبحرين والأثار البحرين والحضارة البحرين وده هتبقى يعني ليس موقع مهم جدا الصوت والضوء بالنسبة للسياحة لكن أيضا للمواطن المصري أن ييجي هنا في طريقة سريعة ومثيرة يعرف حضارته التاريخ وده شيء عظيم جدا أنا بقول أن ده من أحسن العروض الصوت والضوء اللي أنا شفتها في العالم العربي للبحرين سجل تاريخي وآثار عريقة وما الآثار إلا أهم ما تملكه الأوطان وهي من أهم عناصر صناعة السياحة الثقافية وسجلا تاريخيا يجب الحفاظ عليه والحرص على أن ينقل إلى الأجيال القادمة ضمن فعاليات هيئة البحرين للثقافة والآثار احتفالا بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس يقام هذا العرض التفاعلي المميز بالصوتي والصورة ليحيي تاريخ البحرين عبر قلعة البحرين إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين